اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتأخر جدا تحس ان انت بدأت تفتر في الدعاء دعاءك بدأ يقل تدريجيا تدريجيا بل يمكن بطلت تدعي اصلا وبعد كده حصل لك فتور في العبادات نفسيها ويمكن بعد كده حصل لك شيء من ضعف الايمان وممكن بعد فترة يتحول لسوق ظن بالله سبحانه وتعالى وممكن يؤدي بعد كده لشيء من البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى بسبب الدعوة اللي ربنا ما استجبش لك فيه هدية انا عايز اقول لك كذا حاجة الحاجة الاولانية ليه احنا دايما يعني بنسيء الظن بالله لما بيستجبش الدعوات رغم ان هو بالفعل استجاب دعوات تانية مش يمكن يكون فيه مشكلة في الدعوة دي خصوصا عندك انت ممكن يكون وقت ما كنت بتدعي الدعوة دية كان عندك حاجة في مالك حرام وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام وصف رجل في صفر واشعس وبيدعي ربنا جامد يا رب يا رب قال مطعمه حرام ملبسه حرام غزية بالحرام انا يستجاب لهذا يعني صاحب المال حرام ربنا ما استجبلوش مش يمكن مالك في حاجة حرام الحاجة التانية انه ممكن يكون فيه معاصية انت بتعملها هي السبب في منع الاجابة دية ساعة ما كنت بتدعي انت كنت عاقل والديك او فيه حد بيدي عليك عشان انت ظلمته وده السبب ان دعائك ممنوع من الاجابة الان فلازم الاول انا ابتدي اشوف نفسي واشوف المشكلة اللي عندي الحاجة التانية اللي بعد كده ان يمكن اكون الدعوة دية يعني ما اخدتش حقها من الفقر ومن يعني حسن الظن بالله والثقة فيه اعمالك القلبية بتدعو مثلا بقلب غاف الله او نحو ذلك ممكن ما يكونش كده ممكن يكون فعلا انت عملت اللي عليك وانت جدير بالاجابة لكن ربنا ليه حكمة في انه يؤخر الاجابة تعرف سيدنا ابراهيم دعا بدعوة اتأخرت اجابتها الاف السنين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم اجابة الدعوة دي كانت بعثت النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام قال ربنا ربنا انك اتيت فرعونة وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا نطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال قد اجيبت دعوتكما عارف الدعوة دي اجيبت بعد ايه بعد اربعين سنة ممكن ربنا يأخر اجابة الدعاء لحكمة ويكون اجابة الدعاء بعد تحقيق الحكمة اجابة باهرة طبعا اجابة دعوة ابراهيم ببعثة محمد هذه اجابة باهرة عليه الصلاة والسلام اجابة دعوة موسى باغراق فرعون بهذه الطريقة كانت اجابة باهرة لكن تأخرت طب تأخرت ليه لحكم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجعل النبي عليه الصلاة والسلام اخر الانبياء ربنا اراد ان بني اسرائيل يصبروا ويتعبوا ويبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى يمكن ربنا يريد منك ان يرى منك مزيد من البزل ممكن بيحب ان يسمع دعائك وتضرعك ممكن يرى ان قلبك بيرق طول ما انت محتاج الحاجة دي فربنا سبحانه وتعالى يؤخر عنك الحاجة دي عشان قلبك يستمر في عملية الرقة دي لغاية ما يزوب كده ويرق جدا بعد كده ربنا يعطيها لك بعد ما قلبك يبقى تعود على الرقة وفاقم الغفلة اللي كان فيها وارد لكن التأخير احيانا او طبعا ليلا شك لو ربنا اخر عنك الاجابة بيكون لحكمة عظيمة الحاجة اللي بعد كده انه ممكن اصلا تكون انت بتدعو بحاجة دنياوية والحاجة الدنياوية دي بدخلني في احتمال تاني انك انت مثلا واحد بيدعي بوظيفة معينة زوجة معينة واحدة معينة اتجاوزها مكان معين شيء معين محدد جدا في الدنيا مش يمكن يكون ربنا منع عنك الاجابة رحمة بيك وتكون انت جاهل بتطلب حاجة تأذيك وانت لا تدري وربنا رحيم بيك لا يجيبك علشان الحاجة دي لو اجيبت فيها هلاكك وربنا قال كده ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير هو فاكر نفسه بيدع خير وهو بيدع على نفسه وكان الانسان عجولا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فمن رحمة ربنا بيك انه لا يجيب الدعوة دي ابدا وانت لسه بتدعو وبرده بتقول ليه ربنا بيستجبش سبحان الله قديه الانسان جاهل يبقى انا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يضيع بالخير عموما كانش يحدد حاجة في الدنيا لان دايما الحاجات الدنيوية تحتمل خير وتحتمل شر اللي عايز اقول لك ان الصدمة اللي حصلت لك ديت في تأخر اللي جاء بقى لها اجابات كتيرة جدا لكن ليس منها ابدا ان ربنا تخلى عنك او ربنا خزلك او ان المنهج ده ضعيف او ان الالتزام ده ابدا ابدا لازم دايما كل ما تدعي تفتكر الاحتمالات انا قلتها ديت وترفع شعار ولم اكن ولم اكن بدعائك ربي شقية ربنا اهدينا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة